بيبدأ فيلم النهاردة مع راجل غريب وهو بيدي للمصارع جيت فلوس والسيف والسكاكين اللي هو محتاجها علشان يلعب مباراة مع واحد من اعدائه ويخلص عليه وبنعرف ان الشخص ده جاي لهم من مدينة رونشستر بعدها بنروح لدولسيان وهو بيصارع الراجل ده ولان الاتنين بيكون قوتهم متقربة بيقعدوا وقت كبير جدا في المباراة لحد ما بيتبرزوا بالسيف ساعتها دولسيان بياخد وقت علشان يخلص على المصارع اللي معاه بس في الآخر بيغفله وبيديله واحدة في كتفه وبيتصاب وبيقع على الارض ساعتها كل الناس اللي بيشجعوا دولسيان بيرمولوا فلوس علشان يخلص على المصارع التاني واول ما بيشوف دولسين الفلوس وهي عمالة تزيد قدامه بينتهز الفرصة فورا وبيقتل المصارع التاني بالليل بنشوف مجموعة من الجنود وهم بيجروا في الغابة وفضلوا يجروا لحد تاني يوم الصبح وساعتها بيكون فيه راجل غالبان واقف عند البحر ولما بيلتفت حواليه بيشوف واحدة بتبصله من بعيد وكان شكلها مرعب وكمان بيهجم عليه واحد وبيضربه ولما بيفوق بيلاقي فيه اثنين مكتفينه ومات دوج زعيم سكوتلندا بيهجم عليه وبيتباحه وبيرميه في المية ومش بس كده بيطلب من ايوان ابنه ان يقتل زوجة الراجل الغالبان ده واللي بنعرف انها كانت حامل اساسا والتاني اللي ما عندوش رحمة بيعمل كده بعدها بنروح لسميس وبيكون لسه صاحي وبتقول له مراته مش ناوي تكمل نمك ولا ايه فبيروح ينام جنبها بعدها بنروح لجيلبرد وهو بيصح جنوده علشان يحمل قلعة وده لانه تصرب له معلومات ان مات دوج جاي هو وجيوشه علشان يستولوا على المدينة كلها بعدها بيروح مات دوج مع رجالته وجيوشه وبيوصلوا للمدينة وساعتها بيكون باعت ابنه اوان وهو واتنين من رجالته في ظهر المدينة وبيشوف واحد من جنود جيلبرد وساعتها بيسمع صوت الهجوم من جيش مات دوج فبينادي على صحاب الجنود التانيين علشان ياخدوا حذرهم ويستعدوا علشان يحربوا مات ورجالته وساعتها بيكون رجالة مات هاجموا على المدينة وبعدها يقتلوا في كل الناس اللي موجودة سواء رجالة او نساء او كبار او صغار وكانوا بيخلصوا على اي حد ييجي قدامهم في نفس الوقت بيسمع سميس صوت الهجوم فبيسحى فورا علشان يحارب جيوش مات وبيحذر مراته انها ما تخرجش لهي ولا بناتها دلوقتي بعدها بنروح لهيلبرت وهيلبرت ده صديقي هو ابن سميس وساعتها بيشوف بابا سميس وهو خارج يحارب جنود مات وبنشوف برضو سميس وجيلبرد وهما بيحاربوا جنود مات وساعتها اوان ابن مات بيطلع يساعد بابا في الحرب وبيشارك معاه وبيقدر هو والاتنين اللي معاه انهم يقتلوا شوية من جنود جيلبرد وساعتها هيلبرت بيكرر انه ينزل يشارك في الحرب مع سميس بابا وبينزل يقاتل في اوان في نفس الوقت ده بيشوف جيلبرد عدد كبير من جيوش مات وهي بتجري عليه وكانت عايزة تقتله وساعتها بيهرب منهم وعلى اخر لحظة بيقفل باب القلعة وبيكون ساعتها اوان قدر يوقع السيف اللي في ايد هيلبرت ولسا ينزل عليه بالسيف وقتله بس سميس بيلحقه وبيقدر انه يوقعه وبيقوله ان لو ماشى وساب الحرب مش هيعمله اي حاجة بس اوان بيدربه ضربه قوية جدا في دراعه لدرجة انه بيقع وبيتوجع بشكل فضيع ساعتها هيلبرت بيقوم وبيضرب اوان على دماغه وبيخلص عليه اما مات فبيلاحظ ان ابنه مش موجود فبيعرف اكيد انه حصلت له حاجة وبيقعد ينادي عليه بس بنعرف انه كان مات خلاص وبياخد جيلبرت سميس ومعاه اتنين من الجيوش لبيته واول ممراته وبنته بيشوفوا منظر دراعه بيضطروا انهم يقطعوه وبيكون الكلام ده كله قدام هيلبرت واخواته البنات ومامته وبيكونوا متأثرين جدا باللي حصل في باباهم بعدها بيخرج هيلبرت وبيشوف جيلبرت وهو بيربط راس اوان بالحبل وبعديها بيرميه من القلعة علشان مات واول ما بيشوفه بينهار اكتر عليه بعدها بيروح هيلبرت لسميس بابا وبيشوفه هما بيقطعوه قديه وكان ساعتها هيلبرت منهار جدا وحزين على اللي حصل لبابا ساعتها بيكونوا بنات سميس اللي اتنين بيتخنقوا لان واحدة فيهم عاوزة انهم يفضلوا في القلعة وميخرجوش منها غير لما يتاخد حق باباهم ويقتلوا مات اما التانية فبتكون عاوزة انها تمشي لانها كانت خايفة جدا على نفسها وعلى باباها وبيروحوا الاتنين سوى لابوهم وساعتها كان تعبان جدا بس بيتطمنهم عليه وبيخرجهم برا علشان عاوز يتكلم مع هيلبرت وبيتكلم هيلبرت مع سميس بابا بيقولون الناس اللي بيحاربوا دول مش سهلين خالص وصعب انهم ينتصروا عليهم بالسهولة دي ولازم انهم يمشوا من القلعة قبل ما مات يجي لهم تاني لان لو دا حصل هيخلص عليهم بكل سهولة وده بعد ما قاتلوا ابنه ساعتها بابا بيقولوا انهم اقواء ولازم ينتصروا في الحرب دي وبيتكلم عن شخص كده وبيكون اسمه جيت وبيقولوا انه يروح له علشان هو يعرف رجالة اكيد هتساعدهم في الحرب وقال له كمان انه لازم يدور عليه ويلقيه بعدها بيروح مات هو وجيوشه علشان ياخدوا جثة ابنه قوان علشان كانوا عاوزين يدفنوها ساعتها الملك جيلبرت بيخلي الجند يقطع الحبل اللي قوان مربوط به وساعتها بيقع وبياخدوا مات علشان يدفنوا وبيقول كمان انه ناوي انتقم لابنه من جيلبرت واسميس وجيوشهم بنشوف دلوقتي اسميس وهو نايم على السرير وكانت مراته في الوقت ده بترعاق وبتاخد بالها منه وفي نفس الوقت كان ابنه هيلبرت بيخرج من القلعة علشان يدور على جيت وبيخرج هيلبرت بحصانه وبيروح الكنيسة علشان يصلي وهناك بيجي له الكاهن وبيقوله انه عارف فين مكان جيت وبيعرفوا كمان انه كان عايش عندهم هنا في الكنيسة الفترة لحد ما سافر وراح على كينجستون علشان يتضرب على المصارعة هناك فبياخد هيلبرت حصانه وبيروح لكينجستون على طول ولما بيوصل هناك بيشوف مجموعة من الصيادين وهما بيصطادوا السمك واول ما هيلبرت بيوصل بيلاقي مجموعة من الناس وهي متجمع حوالين شخص والشخص ده كان شكله ضخم جدا ولابس كناع فبيروح علشان يشوف فيه ايه هناك فبيتصدم لما بيلاقي الراجل الضخم ده وهو ده بحراس واحد ومسكها وعمال يستهزق بيها قدام الناس بعدها بينزل هيلبرت المكان كده تحت الارض وهنا بيشوف المصارعين وبيعرف انه اكيد جيت موجود هنا وكان هو نفسه الشخص ده اللي شوفناه في اول مشهد كان بيدي فلوس لجيت علشان يخلص على واحد في مباراة وساعتها بيسأله على مكان جيت فبيعرفه الراجل على مكانه فبيطلع له على طول وبيلاقي جيت وهو قاعد مع واحده بس كان في الوقت ده سكران حبتين بس يعني لما بيفوق جيت بينزل يقعد مع هيلبرت وساعتها هيلبرت بيعرفه كل اللي حصل وان مات هاجم على الالع عندهم وهات الجنود كتير بس مش دي المشكلة المشكلة ان بابا ايده اتقطعت ومش هيعرف يحارب تاني وبيعرض علي انه يحارب معاهم بس جيت مش بيوافق وبيكون ساعتها مش مركز في الكلام اصلا وهنا بيعرض عليه هيلبرت انهم يشتروا تلاتة من رجالته علشان يساعدوهم في الحرب ساعتها جيت بيقوله ان هيدفع له هو كمان فلوس وده علشان يوافق على العرض بتاعه ويتفقوا سوا المهم بيجي تاني يوم وبيروح هيلبرت مع جيت واحد من صحابه اسمه برو سينلي للراجل اللي كان بيتبح الناس ده وبنعرف ان اسمه كونر وساعتها كان معاه واحدة اسمها فلينشي وبيتكلم معاه برو سينلي وبيقوله يا ترى بقى انت شاطر في القتال كده زي ما انت شاطر انك تتبح الناس فكونر قاله انه هيدبح فلينشي وبعدها هيجي يعرف هو شاطر في القتال ازاي ساعتها بيتدخل جيت وبيطلب من كونر انه يسيب فلينشي في مقابل انه هيديله فلوس طبعا كونر بيوافق وبيروح لهم علشان يتفاوض معهم في الفلوس بس ساعتها بيهجم عليهم شوية جنود كده بس بيقدر كونر انه يخلص على عدد كبير منهم ولما بيلاحظ جيت كده بيقرر انه ياخده معاه للقلعة بعدها بيخرج هيلبرت ومعاه جيت وكونر وبورسينيلي وفلينشي بيخرجوا كلهم من كينجستون علشان يروحوا على القلعة وفي الطريق بتتعرف فلينشي على هيلبرت وبتشكره انه انقذها من ايد كونر بعدها بيتكلم جيت مع هيلبرت وبيسأله عن عيلته ومامته واخواته عاملين ايه لان جيت اصلا بيكون قريبهم المهم في الطريق بيشوف مجموعة من الاطفال وبيكونوا مشردين جدا وباين عليهم الهم وده بسبب اللي بيحصل في المدينة وان مات وجيوشه بيبعاتوا كل يوم رجالتهم علشان يخلصوا على كل اللي موجودين في المدينة بعدها بنشوف جيوش مات وهي داخل المدينة وبيحاولوا جيوش مات انهم يقطحموا القلعة ساعتها بينادي جيلبرت على كل اللي موجودين معاه في القلعة وبيطلب منهم انهم يهربوا بسرعة قبل ما يدخلوا عليهم ويقتلوا كل اللي فيها ساعتها بيكون مات مع رجالته قافين وبيرقبوا من بعيد وفي نفس الوقت بيوصل هيلبرت مع جيت ورجالته وكانوا بصين من بعيد وبيشوفوا جيوش مات وهي بتقطحم القلعة وساعتها اول ما بيشوفوا كده بيقرروا انهم لازم يشاركوا معاهم بعدها بنشوف جيوش مات وهما بيطلعوا بالسلالم علشان يقتحموا القلعة بس رجالة جيلبرت بيقدروا انهم يقتلوا عدد كبير منهم وساعتها بيكون سميس قاعد في بيته ومتحصر على نفسه بان كل ده بيحصل وهو مش قادر يشارك في الحرب ساعتها جنود مات بيضربوا على جيلبرت وجيوشه حاجات تخليهم ما يشوفوش حاجة وده علشان يقدروا يستولوا على القلعة وبيقدروا يقتلوا عدد كبير منهم وبيوصل هيلبرت وجيت والرجالة اللي معاهم للقلعة وبيطلبوا من جيلبرت انه يفتح لهم القلعة بس بيشوفهم مات من بعيد وبيهجم هو ورجالته عليهم بس بما انهم كانوا جنود اكوياء جدا بيقدروا يقتلوا عدد كبير منهم ده غير انه بيفتح لهم واحد من رجالة جيلبرت وبيدخلوا القلعة قبل ما باقي جيوش مات توصل لهم وساعتها بيخرجوا من الباب التاني وبيجي لهم جيلبرت وبيقول لهم انهم لازم ياخدوا بالهم كويس علشان محدش يجرالوا حاجة وفي الوقت ده بتكون جنود مات بتحدف عليهم وتفجرات علشان يهدوا القلع عليهم بس جاتوا رجالته بيقوموا معاهم بالواجب وبيقتلوا عدد كبير منهم واسنان ما هيلبرت بيكون واقف مصدوم بيجي عليه واحد بس قبل ما يضربه بتنكزه في لنشي وبتقعد تضرب فيه لحد ما بتصفيه خالص وبتكون ساعتها اخت هيلبرت وقفة في الشباك وده علشان ترائب الوضع واتطمن هيلبرت عن اللي بيحصل برا ساعتها بتشوف سميس باباها وهو بيحاول ينزل يشارك معهم في الحرب بس المشكلة انه كان لسه تعبان ومش قادر يقف على رجليه من الوجع بعدها بنشوف مدى قدرة وبراعة جيت وكونر في الكتال وبسبب قوتهم دي بيقمر مات جيوشه بالانسحاب فورا بعدها بيتكلم جيلبرت مع هيلبرت وبيقول له برافو عليك وانه كان راجل ماستسلمش الآخر نفس في الحرب فبيسأله هيلبرت عن سميس بابا بس الثاني مش بيرد عليه فبيقلق اكتر بعدها بيروح هيلبرت لبابا علشان يشوفه وبتستقبله مامته هو وجيت وكان ساعتها بابا لسه قاعد على السرير وموجوع جدا بسبب اللي حصل في دراعه فبيعرفوا هيلبرت انه لقى جيت فبيقول له كويس قوي اللي عمله ده وان جيت هيفيدهم كتير في القتال وبيدخل عليهم جيت وبيقول له سميس عمه انه كويس انه قابل ييجي وانه كان نفسه يشوفه في الظروف تانية احسن من دي فبيقول له جيت انه هو كده كده معاه وظروفه وظروفهم واحد بعدها بينزل جيت مع هيلبرت لان سميس بيكون تعبان جدا ومش قادر يتكلم وبيشوف جيت اخت هيلبرت وبيتغزل فيها بس الساعتها بتحرجه وبيتسيبه وبتمشي وبيشوف اخت هيلبرت التانية بس دي بتشكره انه جيه وحارب جيوش مات ووقف جنبهم واسناها ما بيتكلمه بيجالهم بروسينلي وبيقول له فيه حوار بره فبيخرج جيت معاه وده علشان يساعد الجنود في القلعة وبيتكلم كونر معاه وبيشجاهه على القتال وبعدها بينزل هيلبرت وبيتكلم مع فلينشي وبيقول له ان هم محتاجين يكفوق وفي الليل بيقعد مات مع رجالته وكانوا في الوقت ده اسرين واحد من رجالة جنود جيلبرت وبتقول له واحدة من اللي قاعدين ان كلهم حاسين بيه وبخسرته لابنه وكلهم متعاطفين معاه وبتوعدوا انهم هياخدوا حقه وهيقتلوهم كلهم بس واحدة من اللي قاعدين بتعترض على كلامها وبتقول له انت عاوزة تقتلي سميس وعيلته كلها علشان واحد اتقتل بس وبتقول له ان ده ظلم بس بيعرفها مات ان ده مش ظلم ولا حاجة والانجليز هم اللي اعتادوا على مراته وبناته وبنتشف هنا يا صديقي ان جيلبرت وجيت وسميس والعيلة كلها كانوا اساسا من جيوش الانجليز وبيقومت ساعتها علشان يقتل الاسير اللي اخدوه اثناء ما كانوا بيهجموا على القلعة بعدها بنشوف بنات سميس وهما بيرعوه وده لانه كان لسه تعبان بس هو بيطلب منهم انهم يروحوا ينادوا على هيلبرت فبتروح واحدة منهم تنادي عليه فبيروح له هيلبرت ومعاه جيت وساعتها سميس بيقول لهم انه خلاص كده حالته بقت صعبة جدا وحاسس انه هيموت في اي وقت وقال له كمان انه عنده امل فيه وهو وجيت بانهم يخلصوا من الحرب دي ويقتلوا كل جيوش مات وبيخليه يوعده ان يحمي القلعة دي وياخد باله منها زي ما هو اهتم بيها كل السنين اللي فاتت بعدها بنروح لفلنشي وبيكون ساعتها كونر نايم وساعتها بتفكر فلنشي انها تتخلص من كونر بسبب انه كان عاوز يتباحها قبل كده بعدها بنرجع تاني لجيت وبتتكلم معاه اخت هيلبرت وبتسأله عن باباها علشان كانت عاوزة تطمن عليه وكمان بتعتذر له عن استقبالها السخيف ليه اول مواصل للقلعة فبيقولها انها ما تعتذرش على حاجة بس ساعتها بتلاحظ ان جيت كان متضايق فافتسأله هو متضايق من ايه فبيقولها تفتكر العالم كله مليان بالاميرات الفرنسيات الجميلات وتقريبا كده بيسألها السؤال ده لانه كان بيحبها وبيحاول يلمح لها انه معجب بيها وبيعرفها كمان ان هي السبب اللي خلاه يسافر لفرنسا اصلا وبتعرف منه كمان ان هيلبرتخوها دفع له فلوس مقابل انه ييجي علشان يحمي القلعة معاهم لانه اساسا قريبهم والمفروض يوقف جنبهم ويساعدهم بدون مقابل المهم اسنا ما بيتكلموا بتروح لهم اخت هيلبرت التانية وبتقول لاختها تعالي بسرعة فبيروحوا هما الاتنين لباباها وبنعرف ساعتها انه كان خلاص مات وبينصدم هيلبرت جدا اول ما بيشوفه بس فضل يعني متماسك علشان اخواته البنات المهم بيجي تاني يوم وبيكون هيلبرت وفلنش وقفين فوق سطح القلعة وبيجمحهم جيلبرت وبيقول لهم انهم ما يخافوش من حاجة وانه جايب لهم اكل يكفيهم شهر القدام وبيقول لهم كمان يتطمنوا واكد لهم ان الاكل ده مش مسمم ولا حاجة علشان بيجبوه مخصوص من التلال بعدها بتتكلم اخت هيلبرت مع هيلبرت وبتقول له صحيح اللي انا عرفته من جد انك تدت له فلوس علشان ييجي معاك فبيقول لانه ما كانش قدامه حل تاني فبيقول له كنت اخترت حد غيره بس ما تدلوش الفلوس بتاعت ابوهم ساعتها بتسمعهم مامتهم وهما بيتخنقوا سواه فبتعرفها بنتها ان هيلبرت اده فلوس لجيت بس ساعتها الام بتدافع عنه وبتقول له في الاول وفي الاخر ده قراره وخلاص كبر وبقى الزعيم دلوقتي ما كان باباه بعدها بيرن جرس القلعة فبيخرج كل اللي موجودين للسطح علشان يشوفوا ماتوا رجالته وهم واخدين اسير من جيوشهم وعملين يعزبوا فيه قدامهم بس هما كانوا بيحاول يشغلوهم لان في نفس الوقت ده بيتسلق واحد وواحدة من جيوش مات من ظهر القلعة وبيقدروا يدخلوها وبيقتحموا على كل اللي موجودين فيها وبيقتلوا منهم واحد كمان ساعتها اخت هيلبرت بتصرخ بصوت عالي وبتقول لهم ان فيه اتنين من جيوش مات هاجموا على القلعة وعملين يقتلوا فيهم تحت ساعتها بيقول لهم جيت ان محدش يتحرك من مكانه وبينزل بنفسه بسرعة علشان يشوف ايه الحكاية بس لما بينزل مش بيلاقي حد بس ساعتها واحدة بتهجم عليه من ظهره بس جيت طبعا بيقدر يخلص عليها بكل سهولة وبيغطسها في المية وبيقعد يطعم فيها لحد ما بتموت في ايده بعدها بيطلع لهم جيت تاني بس في الوقت ده بيسمع صوت اخت هيلبرت وهي بتستغيس فبيروح لها بسرعة علشان يلحقها وهناك بيلاقي واحد مسكها من رقابتها وعاوز يقتلها وبيطلع بقى فوق سطح القلع علشان يرميها من فوق بس في الوقت ده اخت هيلبرت بتهرب منه وفي نفس الوقت بياخد جيت سيف وبيقطع ايده وبيخلص عليه هو كمان ومش بس كده ده بيرمي من فوق سطح القلع علشان مات وجيوشو يشوفوه ويكون عبرة ليهم وبالفعل بيشوفوا مات وجيوشو بس ساعتها بيكرروا انهم ينتقموا منهم ويدبحوا الاسير اللي معاهم ساعتها جيت بيشوف ولد صغير وبيكون ده ابن الاسير اللي الدبح وبيزعل عليه جيت جدا بعدها بيرجعوا للقلعة تاني وهي نجاتو بورسينيلي وبيقوله انت خاف تمشي دلوقتي علشان هيلبرت اداك الفلوس وانت حاسس انك ما تستحقهاش فبيقوله خالص هو كده كده هيحارب وده علشان هيلبرت ادا له فلوس علشان ييجي معاه بس المشكلة انهم ما عندهمش مكان امان يقعودوا فيه وكده ممكن اي حد يجي لهم في اي لحظة ويخلص عليهم بعدها بيتكلم هيلبرت مع جيلبرت وبيعتذر له وبيقوله ان كل اللي هم فيه ده بسببه فبيقوله جيلبرت ان مراته دي كانت كل حاجة بالنسباله حرفيا وما كانش يقدر يستغنى عنها ومش هيعرف يعوضها تاني بحد للأسف بعدها بيروح جيت يتكلم مع مامة هيلبرت والأم بتقوله انه طول عمره كان شخص صعب ومامته كانت دايما بتشتيكي منه وبتقوله بص لنفسك من قطر الجشع والطمع اللي بقيت فيه شكلك بقى عامل ازاي وتقريبا كده هي بتكون متضايقة منه علشان عرفت انه اخد من هيلبرت فلوس علشان يجي يساعدهم بعدها بينزل هيلبرت علشان ياكل بس بيتصدم ان الكل اول ما بيشوفوه بيمشو بس ساعتها هو بيعرف ليه عمله كده وده علشان كان بورسينيلي مع فلينشي وساعتها بيتصدم اول ما بيشوفهم وفي نفس الوقت بيروح جيت لأخت هيلبرت واول ما بتشوفه طبعا ما بتكونش طاية تشوف وشه وبتسأله ايه اللي جابك هنا انت عاوز فلوس تاني ولا ايه فبيقول لها انها مش فاهمة حاجة فبتتعثب عليه وبتقوله انه طالما اخد فلوس من اخوها فهو لا قريبها ولا تعرفه وهو بالنسبة لها واحد جاي يقضي مصلحة عندهم ويمشي على طول فبيقول لها جيت انتن سيتي كل اللي كان بيننا ولا ايه وتعريبا كده بنعرف ان جيت كان على علاقة باخت هيلبرت زمان وانهم كانوا بيحبوا بعض جدا فبيقول له انها عمراء ما حبته فبيقول لها خلاص طالما كده انا عاوز فلوس علشان اقعد معاكم واحميكم لانكم دلوقتي محتاجيني فبتقول له انه اخد كل الفلوس اللي كانت معاهم ودلوقتي معاهمش فلوس تاني ولما بيتطول عليها وبيقول لها انه عاوزها بتديله بالقلم على وشه وبتطرده بعدها بنشوف كونر وهو رايح لفلنشي بس كان في الوقت ده سكران وبيقول لها ان باباها هو السبب في كل الضمار اللي هي فيه دلوقتي وبنعرف ان فلنشي قاتل تابوها وجوزها ولما بيحاول كونر انه يعتدي عليها بتتعانوا اكتر من طعنة في بطنه وبتخلص عليه المهم تاني يوم الصبح بيكون مات هو ورجالته بيستعدوا علشان قرروا انهم يقتحموا القلعة ساعتها جيلبرت هو وجيت بينبهوا كل اللي موجودين وبيقولوا لهم يجهزوا نفسهم كويس علشان مات جاي بجيوشه وهياجم عليهم دلوقتي وجيلبرت بيشجع هيلبرت عالكتال وساعتها بيكون جنود مات تحت محاصرين القلعة وكانوا عمالين يحدفوهم بحاجات علشان يولعوا فيهم فكل واحد ساعتها بياخد ساتر علشان ما تحرقش وفي نفس الوقت بيحاولوا يطفوا الحريقة وبنشوف بورسينيلي وهو بياخد الرمح من واحد وبيقدر يسيب بيه واحد من جيوش مات واللي كانوا ساعتها بيحاول يقطحموا القلعة سواء من الباب او من السطح بس جيت وهيلبرت وجيلبرت بيبزلوا كل جهدهم علشان يخلصوا عليهم كلهم حتى فلنشي بتشارك معاهم وبتقاتل فيهم ساعتها جيوش مات بيقدروا انهم يحرقوا كذا واحد من الجيوش اللي على القلعة اللي كانوا في الوقت ده عمالين يطفوا الحريقة وبيفضل بقى بورسينيلي يحدفهم بالرمح بتاعه وبيقدر في وقت وليل انه يقتل عدد كبير من الناس اللي بتحاول تهجم على مدخل القلعة وبيفضل مات ورجالته وفلنشي يقتلوا باقصى جهد ليهم وساعتها بيقمر مات جيوشه بانهم يروحوا نحية الجدران جنب القلعة مامة هيلبرت بقى بتكون موجودة في القلعة لسه وكانت في الوقت ده محتارة ومش عارفة تتصرف ازاي ساعتها بتشوف اخت هيلبرت القلعة وهي بتنهار والحريق ماسك في كل مكان فيها ده غير انه بيجي واحد وكان لسه بيرفع عليها السيف بس جات لحقها على اخر لحظة وبيخلص عليه وكان معاه صاحبه بورسينيلي وساعتها بيكون بورسينيلي وجيلبرت واقفين فوق السطح وكانوا عمالين يقتلوا في جنود مات لاخر نفس فيهم بس طبعا الكترة بتغلب الشجاعة وبيقدر مات بعد وقت قليل يوصل لسطح القلعة وبيقدر كمان انه يسيب جيلبرت وبيطعنه في بطنه بعدها بيروح لبورسينيلي علشان يقتله بس ساعتها بيلاحظ مدى براعة بورسينيلي في الكتال وانه اقوى بكتير من مات بس للاسف بتيجي واحدة وبتطعنه من جنبه فبيلتفت لها بورسينيلي وساعتها بيهجم عليه كل جيوش مات بس بيقدر يخلص على عدد كبير منهم بس في الاخر برضو مات بيغفله وبيقتله بطريقة بشعة جدا وفي نفس الوقت بياخد جيت وفي نفس الوقت بياخد جيت في لينشي وبيحاول يستخبه في مكان علشان يقدروا يقتله مات وجيوشه وعلى اخر لحظة بيقفله باب المغبأ في وشهم والتانيين بيحاول يقتحموه وساعتها بيلاحظ هيلبرت واخواته ان مامتهم مش موجودة فبيبعت اخواته علشان يشوفوا مامتهم فين ولما بينزلوا وبيشوفوها وبيتصدموا جدا اول ما بيشوفوها لانها كانت مقتولة وهي نايمة جنب باباهم على السرير وبينهروا كلهم على موتها بعدها بيقومروا مات جيوشه انهم يحرقوا باب المغبأ اللي هم مستخبين فيه وهيلبرت بيروح لاخواته وبيشوف مامته وهي مقتولة وكان مصدوم جدا ومش عارف يتصرف ازاي وبيتكلم مع جيت وبيقولوا انهم مش هينفع يستسلموا دلوقتي وده علشان الوعد اللي وعده لبابا وبيتخنق هيلبرت مع جيت وبيقولوا انه جاي هنا اصلا علشان الفلوس وهو اخدها ومش هتفرق معاه اي حاجة واسنا ما بيتكلموا بيهجم مجموعة من جيوش مات على القلعة ساعتها بيطلب جيت منه انه يدخل اخواته للقوضة العلوية ويستخبوا فيها علشان محدش فيهم يتئذي وفي نفس الوقت بيحاول جيوش مات انهم يكسروا الباب الحديد ويهجموا عليهم وفلينشي بتتكلم مع هيلبرت وبتقولوا انها عاوزة تروح تشارك معاهم بس هو بيقولوا انه مش مستعدوا ان يخسرها حتى بعد اللي عملته فيه وبياخدها بسرعة علشان يهربوا وده في نفس الوقت اللي بيدخل فيه جيش مات للقلعة وبيقتلهم بوحشية وبيقدر هيلبرت وفلينشي انهم يقتلوا عدد كبير منهم وبرضو كانوا بيحاولوا يهربوا وياخدوا ساتر بس مش بيلحقوا والجنود بتزوء الباب بسرعة وبيوقعوهم هما الاتنين وبيدخل عليهم مات وبيحصرهم هو ورجالته من كل نحية وهنا بيمسكوهم وبيفضلوا يضربوا فيهم وبيجرجروهم على الارض وفي نفس الوقت كان شايفهم جيت واخوات هيلبرت ساعتها بيأمر مات جنوده انهم يقتلوا فلينشي قدام هيلبرت بس هيلبرت بيصرخ بصوت عالي وكان عاوز ينقذها بس طبعا مش بيعرف وبيحطوا الجنود الحبلة حوالين رقبة فلينشي وبيرموها من فوقه بتموت قدامه ساعتها بيدخل جيت وبيطلب من مات انه يقتله بس بشرط انه مايدخلش حد من جنوده فبيقوله مات انت مين انت انت مجرد كلب بيقاتل علشان الفلوس وبيطلب منه انه يسلموا اخوات هيلبرت ويمشي بيهم ساعتها بينزله جيت بسيفه وبتبدأ المعركة بينهم وبيهجم الاتنين على بعض بقوة كبيرة بس بما ان الاتنين قوتهم متساوية فالمعركة تستمر الوقت طويل جدا لحد ما بيطلع جيت لسطح القلعة وبياخد درع علشان يتصدى لضربات مات ساعتها بيطلع جيوش مات وراه علشان يحموه وبيكون معاهم اخوات هيلبرت بس في الوقت ده كان قدر مات انه يوقع جيت ولسه يرفع عليه السيف علشان يقتله بتيجي اخت هيلبرت وهي اللي بتقتله وساعتها واحدة من الجنود بتمسكها وبتحاول ترميها من فوق سطح القلعة بس هي بتقوم بعزم ما فيها وهنا بيستغل جيت الفرصة وبيقوم يضرب مات بسيفه وبيخلص عليه خالص بعدها بيجي واحد من جنود جيت ينقذ اخت هيلبرت وبيمسك الست اللي بتزقها من على السطح وبيشيلها وبيرميها هو من فوق وبتنتهي الحرب على كده وفي النهاية وفي النهاية بترجع القلعة مرة تانية وبيرجع السلام اللي كانوا عايشين فيه وبيبنوا الاسور والقلاع وبيعيشوا كلهم في سلام ومحبة وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلوكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام